موسيقى التحضير اضغط على زر الصبوة اضغط على زر الاحمر وشعر الوصفة اضغط على زر الجرس بسم الله الزبدة كاس إلى ربع زيت كاس إلى ربع سكر سكر حبيبات سوف نحتاج أصفر أصفر شئ حمرا من فئة 8 جرام خالجها 3 مية جرام عمل الزبدة لأي نوع المباطع زبدة الزبدة كلها اللحظة نضيف الزبدة الزبدة القزق سويض Ly وضفت هنا السكر ثانية سكر حبيبات ونضيف الفاني اللي هو الفاني غبرة او ممكن تستعملوا لي كد السرشية ديال الفاني مهم اللي كان عندكم فرغة تخدموه به هنا يعملت ديك جوج ديال أصفر ديال البيض يعني البيض مسلوق ونحتاج غير الأصفر فقط سوف نخدم هاد المكونات حتى ندامجنا العناصر مع بعضهم يعني ضروري تخدموها مزيان ونضيف السكر كيدوب والزبدة حتى هي كالدوب ما كتبقاش حبيبات لان الجو بارد والزبدة ضروري تكون بحرارة المطبخ يعني وخا كانت عندي في حرارة المطبخ ولكن مع كانت البرودة يعني الزبدة شوية جبرت معها واحد صعوبة باش دابت لي صافي كيما كتشوفو كنحاول نخدم على هاد شكل هادا دبا غادي نضيف هنا يدقيق يعني عملت جميع المكونات وغادي مقا نضيف الدقيق شوية بشوية مع الخميرة اللي هي معلقة صغيرة او صشية حامرة من فئة سبعة جرام سافي غادي نحاول نخدم هادا هادا الدقيق مع المكونات اخرى وبالنسبة لعجينة ديالة كتكون شوية مرخوفة وفي نفس الوقت ما كتلسقش في اليد يعني ما خساش تكون مرخوفة تزال ديك الدرجة انها تلسقلك في اليد وكتجي مقرمشة كتجي لدي دا بززف هادا الحلوه هادي سافي دبا غادي نكمل هاداك الكيمية اللي عندي الكمية ديالة الدقيق اللي هي 300 جرام وغادي نحاول نخدمه يعني كنخدمه غير هكذا ماشي كتتعجن مجرد انها كتتجمع كما كتشوفوا معايا هنا باقي كتلسق في اليد يعني كملت 300 جرام ولكن باقي كتلسق في اليد بعدين نزيد مره هادا 300 جرام جوج مع علاق كبارين يعني 300 جرام ثلاثة الكيسان ديالة الدقيق وجوج مع علاق كبارين يعني تقريبا 1 350 جرام الموهما بين 300 جرام و 350 جرام انتوما غادي تشوفوا انا غادي نوريكم القوام ديال العجين كيفاش عامل هنا صافي كماشتورة زيت الدقيق يعني كما قدلكم انا كانوا عندي معبورين يعني ثلاثة الكيسان وجوج مع علاق ديالة الدقيق هدا هو القوام ديالة غادي تشوفوا معايا هنا يا كتشكلوها او ما كتلسقش في اليد وفي نفس الوقت رطبة هذا هو القوام ديالة اللي غاستنا نتحصلو عليه صافي دبا مباشرة انا شعلت الفرن الى 180 دراجة وغادي ندوز باش نشكل حلوة جيبت الطاوى دهان تبزيت او ممكن تستعملوا بابي كويسو لحسب الطاوى اللي عندكم هنا كتحاولوا انكم تشكلوها شوية صغيرة لانه هي بقي كتكبر لان فيها الخميرة هذا هو القيص يعني جوج ديالة 70 حاولت نعطيكم العبار هاكدا لانه في التصوير ما كيبينشي الحجم ديال الحبة كيفاش عامل هنا ممكن تصغروها شوية يعني لو بغيتوا تصغروها شوية صغروها ماشي مشكل في نفس الوقت يعني كيجي الشكل ديالة مزيون كم عملتوا له كيجي مزيونة صافي حاولوا تفرقوهم شوية على بعضهم كيما اقول لكم كتكبرش شوية صافي هنا غادي نستمر تنسى لي الطاوى اللي عندي باش نندز ندخل الفرن اللي غادي يكون سخة 180 داراجة هي ضغية كالطيب وما كانت تحمرش بزف وحاولوا اللي عنده الفرن مثلا كيكون مجهدي بزف حاولوا تعملوا 160 داراجة باش ما تتحمرش تقريبا واحدة 12 دقيقات 13 دقيقة كتكون طيبة بالنسبة للفرن ديال الغاز كذلي كتعملوا العافية متوسطى تقوم بعمل الطاوة من فوق احتكى الطيب من التحت و تضيفها من تحت لا تحتاج التحمر بزف يعني اللون دياله يبقى بيض هنا سليس الطاوة الأولى و ندخل الفرن و نكمل الطاوة الثانية و نزول التزيين بالنسبة للتزيين و نحتاج التونيك أو سيلفيا أو أي نوع ديال البيسكوي عندكم يكون في حال هذا الشكل يعني الشيحة بيسكوي يشبه على الطونيك أو مثلا سيلفيا اللي كان عندكم توفر بالنسبة للناس اللي خارج المغرب أو أي دولة واحدة أخرى يكون هالشي بيسكوي يشبه على هذا فقط يعني ليس ضروري أنه يكون هذا الطونيك غير أنا دائما كان عملوها بهذا الطونيك أنا و أخير كانت عندي تمدك سيلفيا ما استعملتها شيء استعملت هذا الطونيك صفي كما شو حكيته شوية في الحكاكة باش أعطاني هذا الشكل هذا يعني حسن ما تحاولوا أنكم تطحنوا بيدكم وهذا هو الشكل ديال الحبة هناك تبقى شوية محمرة لأن الإضاءة كانت عندي قوية ولكن هي كتبقى يعني تقريبا في حالي بايتها شوية مش مشكلة إلا كانت عندكم شوية مدهبة المهم ما كتطيبش بزف صفي بالنسبة للشوكولة يعني أي نوع ديال الشوكولة أنا استعملت ما كاو دوبته زيت له شوية ديال الزيت لأن هذا الجو بارد من اللي دوبته بوحده صار حاجة تقيل زيت له غير شوية ديال الزيت يعني لحسب الكيمية اللي عادت تستعملون تومه أنا تقريبا دخلت لي في هذا الحلوة هذي 200 جرام ديال الشوكولة اللي دوبت صفي كما تشتو كنحاولو أننا نفندوها في ديك البيسكويت طونيك ضروري أنها قصد تفند مزيان لأنه لما تفندت شي مزيان كيبقوا بعد الجوانب ما فيهم شي ديك البيسكويت كيجي الشكل دياله خايب شوية هنا كيما كتشوفو كنحاول أنني نعمر مزيان ديك يعني في حالي كنغطصة في ديك البيسكويت باش كتشكل كاملة ماشي ما كيبقى تشي فارغ فيها صفيو غدي نستمر بنفس الطريقة وهذا هو الشكل دياله كما غدي تشوفو معايا هنا يا كتجي صراحتان كتجي مزيونة بزاف هذ الحلوة هذي كنتمنى أنكم تجربوها لأنها حلوة قديمة بزاف مكوينة بساطين يعني متوفرين في كل البيت يعني ما كينشي شي واحد اللي غدي يقول ما عندو شي الزيت ما عندو شي ببيتات الزبدة يعني شي حاجة اللي هي بسيطة ومن بعد تلقو مع الشكل النهائي وهذا هو الشكل النهائي دياله كما كتشوفو معايا هنا يا يعني كتجي راقية في المنظر دياله وغدي نوريكم القاوم دياله من داخل كما كتشوفو معايا هنا يا كتفتت بوحدة شيشة مقرمشة وصلنا لأخر الفيديو وكنتمنى أنه يعجبكم وتبرتجهم على أصدقاء ديالكم وإلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله مع وصفة جديدة وغدي نخليكم مع بعض الصور ديال الحلويات اللي نزلت مؤخرا وغدي نخليكم الرواب ديالهم في صندق الوصف وإلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة